مرحبا بكم أصدقاء قناة لسونس شير التعليمي جون ميلنور جون ويلرد ميلنور والمولود في الثاني والعشرين من فبراير في عام 1931 هو علم رياضيات أمريكي اشتهر بأبحاثه في علم كيثيري ونظرية والأنظمة الديناميكية وقد فاز بعدد من الجوائز من أشهرها ميدالية فلز في عام 1962 وجائزة وولف في 1989 وجائزة أبل في 2011 وهو أحد الأساتذة البارزين بجامعة ستوني بروك وزوجته السيدة دوسا مكدوف أستاذة في الرياضيات بكلية بيرنرد حياته الشخصية والتعليمية ولد جون ميلنور في مدينة أورنج بولاية نيوجيرسي وقد فاز أثناء دراسته بجامعة برينستون بزمالة بوتنام في عام 1949 ومرة أخرى في عام 1950 قم استطاع البرهنة على نظرية فاريم ميلنور وقد واسل دراسته بجامعة برينستون وقدم فيها أطروحته التي تحمل عنوان تناظر الروابط تناولت زومر الارتباط وبنية الارتباط نوت جروبس عن تعميم الموضوع المتعلق بها وفي عام 1962 نانا ميلنور جائزة ميدالية فالدس عن حصيلة أعماله في مجلة تبوغرافيا التفاضلية وفاد بعدها بسنوات قلائل بالميدالية الوطنية للعلوم في عام 1967 كما عمل محررا لمجلة لعدة سنوات بعد عام 1962 The Annals of Mathematics حياته العملية كان من أبرز النتائج التي حققها الدكتور ميلنور واحتفت بها الدوائر العلمية هو البرهان الذي قدمه في عام 1956 لإثبات وجود الكرات السباعية الأبعات ذات البنية التفاضلية اللاقياسية وقد سق ميلنور مصطلحا جديدا أطلقه على أي كرة فراغية تحمل عددا معينا من الأبعاد وذات بنية تفاضلية لا قياسية وهو مصطلح الكرات العجبية Exotic Shepherds وقد كان كتاب ميلنور الذي ألفه حول نظريته في عام 1968 بمثابة الشرارة الذي حفزت نمو إحدى أطخم المجالات البحثية وأكثرها ثراءا والتي لا تزال في تطور إلى اليوم ترجمة نانسي قنقر